موسيقى طبع الخير على حضركم في هذه الفقرة هنخصصها للحديث عن البروتوكول العلاجي الجديد للعلاج في حالات الاصابة من فيروس كورونا واللي خصاصته الدولة أو هتبدأ فيه في 20 مستشفى عزل في الجمهورية هنالكبلم بالشكل طبعا مفصل أكتر عن هذا البروتوكول ومشرفني الحديث عنه دكتور أستاذ دكتور محمد خضير وهو أستاذ الهندسة الطبية والجينات بجمع تورونتو بكندا صباح الخير على حضركم أهلا بك يا فاني أهلا بك أهلا بك اسمح لي أبدل ما نبدأ بالتفاصيل هنروح مع بعض لتقرير سريع جدا وهنرجع مرة تاني أخليكم معكم مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت وزارة الصحة وسكان في تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد لكوفيد 19 في 20 مستشفى عزل بالجمهورية في حين أن بروتوكولات العلاج المصرية للفيروس أثبتت نجاحها منذ ظهوره في مصر ومساهمتها في مواجهة انتشاره وهناك متابعة مستمرة لموقف توافر تلك الأدوية وضخ أي كميات إضافية منها في حال الاحتياج من خلال التنصيق مع هيئة الشراء الموحد وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية في السياق نفسه أكدت وزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالة زايد أكدت استعداد دولة التام لمواجهة الموجة الثانية للفيروس والتي بدأت في بعض الدول ولفتت إلى المتابعة اليومية الضقيقة من قبل القيادة السياسية ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية لمتابعة خطة الدولة وجميع الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة التحديات كافة هذا ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية بتقليل وقت الإقامة في المطاعم والأماكن المغلقة والالتزام بارتداء الكمامات حيث عدم الالتزام بها يضاعف عدد الإصابات بمعدل ثلاثة أمثال وكذلك ضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني وتجنب ملامسة النقود والحفاظ بالسمرار على نظافة الأيدي وعدم ترك القمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن رحب أحضركم مرة تانية خلينا نتكلم عن الموجة التانية بشكل عام كيفية الوقاية من الموجة التانية هل هي بقوة الموجة الأولى من فيروس كورونا لما بدأت تقريبا في أول وقت بدأت فيه ولا أخف ولا أكتر البلاد طبعا شايفين البلاد حول العالم بدأت تعمل حظر كامل في بلاد بدأت أن هي تشدد الإجراءات مرة أخرى خلينا نتكلم عن الموجة التانية هنا في مصر مشرفني مرة أخرى أستاذ دكتور محمد خدير وأستاذ الهندسة الطبية والجينات بجامعة تورونتو بكندا سبع الخير مرة تانية واسمح لي في البداية أعرف رأي حضرتك في الموجة التانية من فيروس كورونا حتى الآن مقارنتها بالموجة الأولى من فيروس كورونا والله يعني أبدأ زي ما كلمت قبل كده ببرامج كتيرة بيكتاحي العالم كله الموجة التانية بيعتبر هي الموجة التانية هي الموجة الأولى هو إحنا بسموهش فيروس كورونا إحنا بسميه كوفيد 19 لأن في فرق كبيرة قوي بين الفيروس كورونا وكوفيد 19 بس إحنا كل نسبة فيروس كورونا وكوفيد 19 على أنهم حاجة واحدة كورونا فيروس ده من 60 سنة من أيام السارز ومن أيام المارس ومن أيام فيه أمراض كثيرة أو بيئة كثيرة من كورونا مشتق كوفيد 19 ده من 2019 ده مشتق من مشتقات الكورونا فحتى التواصل الاجتماعي والمسكة بتتكلم في التواصل وبيدي معلومات مزيفة في الوقت ده عن الكورونا يقولك ده فيه مبيت حشري مكتوب عليه كورونا من 3 سنين ده هم مخلقينه ده هم عاملينه فيه أفلام أجنبية كان بتتكلم على بيروس كورونا من 4 سنين 5 سنين فالوضع يجب أن نعرف الناس أنه في بيروس كورونا ده من 60 سنة لكن كوفيد 19 إحنا اللي معه مشكلتنا دلوقتي كوفيد 19 لما منتكلم معه المرحلة التانية المرحلة التانية جات بسبب أن الشعوب أهملوا تماما الوقاية اللي كانوا بيعملوها قبل كده وبدأ يحصل تهاون من الشعوب الحكومات ما تقدرش يعمل حاجة يعني غض النظر عن القوانين اللي عملتها البلتكوريات اللي عملتها الحكومات لكن الشعوب تهاونوا كتير جدا يعني أنا شايف أنه كان من شهرين 3 لما بدأ الصيف بدأت الناس تنزل المصايف بدأ يحصل حتى الأفراح حتى يحصل في كندا عندنا سانكس جيفنج الناس بيكتاموا الجازرينج ويعودوا مع بعض فبدأ يحصل خلل في الوقاية بدأ يحصل إهمال فالفيروس ما كانش خلص ما كانش انتهى فبدأ يرجع تاني الفيروس ده فيروس هاش جدا وعليه طبقة قدودية الوقاية منه كان ماشيين كويس جدا الناس وكنت أنا مبسوط من الوقاية والمصري كان ماشيين بطريقة منظمة جدا كان فيه تباعد كان فيه مصك كمامات بيحطوها كان بيقعدوا في البيت فكان فيه وقاية كويسة جدا الفترة دي لكن لما تخلوا عن الوقاية بدأوا ينزلوا طبعا هي فيه مشكلة كبيرة جدا بين ان الناس الاقتصاد والناس عايزة تشتغل وعايزة تعيش وانها توقف محبوسة في البيت والفيروس بقى دي مشكلة كبيرة جدا لكن الناس كتير كلمت على الكوفيد 19 انا بتكلم من ناحية ان من زمان كنا بتكلم واحنا في كندا من 20 سنة عن الكريم تتشينج تغير المناخي بالزبط هي دي المشكلة يعني انا عايز اطرح نقط نقط what is the root cause of the problem اساس المشكلة فيه انا مليش علاقة اذا كنت هي مخلقة او غير مخلقة الفيروس موجود الفيروس ده الكوفيد 19 اصر على العالم كله مفيش دولة بذاتها هي طاقة سلبية اصرت على الناس الصين مات منها ملايين كل بلاد العالم انت عندك حتى قبل كده فيه طاقات سلبية كانت بتأثر على العالم زي الحرب العالمية التانية 37 مليون ماتوا بل مباشر وفي كوفيد 19 عندك 36 مليون اصر ما بكل تأكيد اصر يعني تأثير فيه طاقة بالزبط ولكن الناس بتقول ان الموجة التانية يمكن الفيروس قل شوية بالزبط ان الفيروس ضعف شوية فبالتالي عدد الوفيات ما بقاش زي عدد الوفيات في فترة الموجة الاولى عدد الاصابات بدأ قليل الكلام برضو رد حضرتك على هذا الكلام لان ده كلام بيطمن الناس نوعا ما فبيبدأوا ان هما ما ياخدوش اجراءهم هو احنا ما انتهناش من المرحلة التانية عشان نعلق عليهم احنا عايشين في المرحلة التانية يشاء ربنا بقى اذا كان بتزيد او بتقل ده حاجة رسا في علم الرهيب يعني لكن انا بطمن الناس في حاجات كتير جدا ان شوفي يعني البشر على الارض فيه ناس تقاط سلبية بتئز البشر بتئز الخل ربنا حتى قانون سماوي على الارض اللي هو ايه اللي هو قال الانس والجن لو اجتمعوا على ان يضروك او ان فوق الا بمشيئة ربنا كل شيء بمشيئة ربنا فالناس يستريح نفسيا ان الشيء اللي بيحصل حاليا فيه ام فيه مشيئة من ربنا فيرتاح نفسيا ده رقم واحد بالنسبة لل لالكوفيد 19 ليه بقول تغيير مناخ تغيير مناخ انت عندك مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده الصورة الصناعية من 50 سنة وعملت مشكلة اللي هو الحبس الحراري احتباس الحراري فالحباس الحراري ده عمل ايه زود الحرارة في اجزاء معينة فيه مشكلة في الموضوع ده ان فيه قارة انا قد بكلم معنا القارة اللي هي الجريدية اللي انتاركتا انتاركتا كانت يعني من 1929 كان علماء الالمان بدأوا يكتشفوا حاجات فيها وعايشين فيها بيقولوا ابحاث فلاقوا اني في بعض الفيروسات والبكتيريا اللي فيه القارة القارة الجليدية دي 95 تحت السفر تخيالي حضرتك البرودة بتاعيتها 95 تحت السفر فلاقوا اني فيه بكتيريا عايشة في الجليد ده لما بتتغير الحرارة بتنشط معناها من آلاف السنين ده مشكلة كلايمت شينج اني كلايمت شينج يزود الحرارة في الأرض فتزويد الحرارة في الأرض بيعمل الميزان بيغير حاجات في الأرض زي البكتيريا والفاتريات ممكن تنشط أو تنشط فهموا ذي طب خليه أربط ده بموضوع حلقتنا النهاردة وهو طبعا الحديث عن فيروس كورونا وكافيد ناينتين والموجة التانية من الفيروس دلوقتي الأعراض برضو كمان مش هقول زي دتي الأعراض كانت موجودة من الأول بس يمكن فيه تغير نوعا ما فيه أعراض بدأت تظهر أكتر ما كانت بتظهر فيه الموجة الأولى خلينا نتكلم عن الجزئية دي أكتر الجزئية دي لأن انت حضرت دخلنا على فاصل الشتاء الشتاء معروفة عنه بأن الجهاز التنفسي عندك مشاكل زي الصداع والبرد والأفلونزا متكررة فهي متكررة وهي موجودة في الفترة دي فعشان كده المناعة بتقل وعندك الفيروس الكوفيد ناينتي موجود فبيأثر تأثير كبير على الناس لأنه بيتغير الأعراض بطريقة دي يعني فيه ناس بيبقى عندهم أعراض اللي هو حاسة الشم حاسة ما بيقدرش اللي بيبقى بيحاسس بأنه مش قادر يبريز مش قادر يتنفس عنده مشاكل دي الحرارة بتزيد الأعراض دي كلها طبعا بتبقى أعراض قريبة جدا من البرد والكولد والأفلونزا فبقى فيه شك كبير جدا فالأمراض اللي هي الكولد والفلو والأفلونزا بعد يومين تلاتة بتبدأ بينزل السبتم المشكلة لكن لو بتزيد لو بتزيد يبدأ الشخص يجروح المستشفى أو يشوف يعمل المسحة عشان يتأكد إذا كان دي كوبيد 19 ولا برد عادي فده من أهم الحاجات اللي يعملها طيب الناس المجرد ما بيجي لها انفلونزا جامدة من غير لا تروح لا تعمل مسحة ولا تعمل أي حاجة خالص تقولك أنا أخد البروتوكول بتاع علاج كوبيد 19 هل ده صح؟ والله شوفي أنا أنا مؤمن إن أي شيء لازم الإنسان يستشير الدكتور أو المستشفى اللي مؤمن يعني مفيش حد ياخد من دماغه كده إحنا ربنا خلق الناس ادي إن إيه من كل واحد مختلف عالتاني يعني أنت ممكن تاخد دواء يعمل لك يعالجيك لأن الجين بتاعك ممكن يعمل هيلينج ليه أنا أخده ما تعالجش فأنا لازم أعرض نفسي على المستشفى أو على الدكتور ما ياخدش التركيبة وقول أنا هاخد كذا عشان أحمي نفسي لأنه هو فيروس بيتعارف بكتيريا فيروس تانية فالفاكسين حتى الغير دلوقتي فيه فاكسين من ألمانيا وفيه فاكسين تانية من أمريكا موجود وبيحاولوا فيه لسه لكن أنا اللي بقوله أن ربنا يسهل يكون فيه نتيجة كويسة وتشتغل ونقضي على الفايروس لكن ما فيش حد من دماغه لأن فيه ناس عندنا عندهم أبراد كرونيك ديزيس أبراد مستعصية يعني فيه ناس اللي خد له عنده كانسر عنده مشاكل في الضغط عنده مشاكل في السكر عنده مشاكل تانية فييجي ياخد أدوية تعمل مشاكل أكتر في جسمه فلازم يعرض نفسه الأول على الدكتور أو على المستشفى طيب لو كلمت على الناس اللي أصيبت بالفعل بفايروس كورونا قبل كده والناس اللي لسه ما جات لهش أي إصابة خالص بالفايروس تعامل الاثنين في هذه الفترة والوقاية من الإصابة بفايروس كورونا مرة أخرى سواء للجال وقبل كده أو لأول مرة للفرض التالي هو بقصر حضرتك لازم زي أنا من يومين أنا ولادي في كندا قالوا لي أن ترونت وعملوا لوك داون أفلوا يعني أنت كل دولة بتتبع حسب ظروف الكوفيد ناينتين في المكان ده وتأثيره عليها إزاي ويبدأ يقفل أو يفتح أو يعمل تباعد لكن هو الصح أن أي إنسان لازم يحصل عزل إيزوليت نفسه حتى في البيت لو كان حس أنه عنده شك أنه في أي شيء لازم يعمل إيزوليت واللي جاله قبل كده أو اللي ما جالوش قبل كده ما هو السفتم واحد التأثير واحد لو جاله أو ما جالوش فأنا أصد إيزوليش أنت باعد مفيد جدا للشخص دا وموضوع اللي مقايا بقى إنه يازم يقف في مصك لازم ليه بيقولوا الإيد بالمية دافية لأن الفيروس دهش لكن عليه طبقة دهنية رائية جدا فالطبقة الدهنية بتمسك في الجسم أو في فأنت لما بتغسري بالصابون والمية الدافية ويبقى فيه لغاوي لمدة دقيقة بيتشاب الطبقة الدهنية على طول طيب خليني أسأل حضرتك في تخصصك وهو الهندسة الطبية ودورها في مواجد هذه الهجمة الشرسة من فيروس كورونا من خلال معالجة الجينات الخاصة بالإنسان والله الموضوع الجينات ده موضوع كبير جدا الجين ده لأنه زي ما قلت لحضرتك كل واحد فينا ليه جين مختلف شيء في الناس إن هي فيه ثلاث عامل الصحة أنا دايما بقوله في أي برنامج أو في محاضرتي الجينات زي ما حضرتك كلمتي واللايف ستايل والإنفيرومنت الجينات مش هنغيرها هدي بصمة عروسية والإنفيرومنت البيئة مش هنغير البيئة مش هياسي البلدي لكن ده ممكن نغيره اللايف ستايل طريقة حياتي طريقة التعامل في الغذاء اللي أنت بتاعك النوم زي زي زويد المناعة إزاي أزود المناعة يعني إيه أزود المناعة ودي مهمة يعني الشخص في الآخر البوتوم لاين بتاعه عشان يواجه الفيروس يكون عنده مناعة كويسة فإزاي زويد المناعة بتاعته أنا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده إن فيه الغدة السنوبرية في المخ بتفرس حاجة اسمها الملوتنين الملوتنين ده من أهم حاجة فيه إنه هو بيزود مناعة الجسم زي الخلال المناعية في الغدة الزعترية عشان يفرز الملوتنين لازم تكون بتنامي في غرفة ظلام حالك يعني ما تتعيش نامي قدام التلفزيون أو فيه إضاءة في الغرفة لازم يكون الغرفة ظلام تام ويبدأ يفرز الملوتنين تنايمة ويبقى فيه نوم هادي جدا حتى عمروا منه طابلت بقى له عشرين سنة تعالي بتفرق كمان في توقيت النوم لأن فيه ناس قلبة ليلها نهارها ما هو قلبة ليلها نهارها ده اللي حصل في مصر من سبعينات وزادت الأمراض اللايفستاي تغير زاد الأمراض في بلدنا لإن ربنا قال كده قال النهار ما عاش والليل ألباسن فإنك تأمني نفسك بالليل وتخلي الملوتنين يفرز بالليل فتصحي نايمة كويس مناعتك كويسة زاد عندك الأميون سيستم بتاعك فتبدأ يتواجه الحياة لأن ربنا لما خلقنا حط فينا مناعة قوية في مناعة ربنا حطتها اللي هو الأميون سيستم النظام المناعي لكن احنا بنهدمه يعني الغدة الزعترية لما بيتولد الشخص وداخل فيه خلايا المناعية بيبقى بأقصى حاجة عنده كل لما يكبر في السن بتقل فتلاقي الشخص لما يكبر في السن بيبقى مناعته بتقل فأزود مناعته إزاي بالطرق اللي بتكلم عنها دي إنه يبدأ يزود الملوتنين طيب دكتور إيه العادات الخطيقة للواحد بيعملها بتقلل من مناعته بشكل كتير انت قلتيها دلوقتي الابسايد داون ده حاجة من الحاجات ده حاجة مهمة لإني أولا اللي انت الأكل مش في النظام الناس أنا لغاية دلوقتي أنا بروح أنا عايش في كندا بقى لستة عشر سنة لما باجي هنا حد بيجي لضيفة اللي بتاع ويجي الساعة الثانية أو الظهرية أقوله تتغدى أقوله ده دفتاري فقلب الموازين كلها ربنا حطت سيستم ربنا الخالق وإحنا المخلوقين فربنا عارف إصناعته إيه فإحنا ماشيين كنا زمان ماشيين من سيستم معين زي ما ربنا كان بيقول فكاية الحياة في مناعة وكاية البكتيريا أقل دلوقتي كل حاجة أبسى يدام فديهم مشكلة إن اللايفستاي يتغير إن نظام الغذاء يتغير الأولاد بقى يأكل جونك فود فهم أعزي أكل مش صحي حتى الأدوية اللي عمالة على بطال برضو اللي بتتاخذ الأدوية دي ياخدوا مضادات حيوية كتير جدا في مصر أنا يعني في كندا ما بيكتبش الدكتور ما يكتبش مضادة حيوية إلا لما يكون الفيروس يعني تملكك خلاص أي فيروس يبدأ ساعتها يدي له أنت بيوتك مضادة حيوية لكن هنا لما يحسي شوية الصدع يجري أجزخانة يجيب مضادة حيوية ما يعرفش ده بيقتل عنده المناعة برضو فهو الستايل وعدم الوعي مشكلة إنت لو ما عندكش معلومة اسأل اسأل الدكتور متخصص أنا وأنا في الجامعة في جامعة بطرونتو لما حدي بيسألني أنا معلومة أنا عارفها بس مش تخصصي أقول له روح للدكتور دابد هو يقول لك المعلومة ليه التخصصية مهمة التخصصية في حياتنا مهمة المشكلة الكبيرة التانية اللي بتأثر علينا ومن عيتنا التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعا بيدون معلومات مزيفة للناس أنا أقول للناس ومص خذ مصدر المعلومة من وزارة الصحة من الناس اللي هما الصح المصدر السريم هو يقول لك أو المصدر الصحة العالمية لكن ما جيش لواحد دكتور في على اليوتيوب ولا بتاع يقولك شوية بهارات على شوية مش عارف ايه وليبي مع بعض وثلاث معالي ويطلع الكوفيد نايتين مرة بقالها العلماء سنة سنة في العالم كله شغالين 24 ساعة في اليوم عشان يطلعوا المصر واحد بيحلم بيحلم جز انه يطلع شوية بهارات شوية توابل واشربها تبقى كويس ده بالصح فانت خد المصدر ده وده مشكلة بزاود المناعة نقطة مهمة جدا وانا شايف ان هي لها علاقة سواء بفيروس كورونا او الاصابة باي فيروس ثاني وهي المضادات الحاوية اللي هي بتتاخد عمال على بطال مش بس للكبار ولكن حتى كمان الاطفال ممكن يبقى حد عنده طفل يقولك انا اديه على طول بقى الادوية مثلا لو اي دواء هيدهوله مضاد حاوي عشان يسرع من ان هو يخف بسرعة غلط المضاد الحاوي لانه في ناس شايفة انت قلبك اسيز ده مش هتدي مضاد حاوي عشان يخلص من اللي هو في ده ويقعد بالشهر عيان فرد حضرتك بقى على الجزئات ما بقول لحضرتك هو ان انت بتسيبي مناعة الجسم الجسم مناعة كويس انت الراحة لازم يبقى في راحة للشخص المريض لازم يتيقله التغذية السليمة فما ازي هو في فترة اللي هو الهيلينج سيستم النقاها بتاعته وبتلازم الأخصائي اللي بيعالجه بتتابع معاه بالأدوية السليمة ده ده اهم شيء المشكلة عندنا اللي احنا كل واحد فينا بيدخل نفس الدكتور فهم ازي او انه طبيب يدي القلاج يكلم السيدالي وانه بعتلي مضاد دحاوي كذا وبعتلي كذا وبعتلي كذا بما هو ده ممكن يكون سايد افكت على حاجات عندك في جسمك لانه زي مقول لحضرتك ربنا خلقنا كل واحد ادي ان ايه مختلف عن التاني نصف فممكن احنا اللي اتنين ناكل اكلة واحدة بس انا اتفاعل بعد الاكل غيرك انت ليه لاني جيناتي مقبليتهاش او تحصل لحمودة لكن انت ممكن تكون كويس يعني فهم اصلي فايت ازيورجين يعني كل تبع جيناتك بتاخدش تبع ستايل او انك عايز تاخد الادوية ديت لاني ممكن حتى دوة الحديد فيه ناس بيعدهم مشكلة في الحديد ونفس الدكتور ونفس الدوة واحد الحديد بيعوي الزبط والتاني لأ معين نفس الدوة ايه الاختلاف هنا ان الجين بتاعه مقبلوش الجين بتاع ده متقابلش الدوة ده عنده الناس بياخد دوة تاني يتعامل مع الجينات ديت ده محضر ده 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 القهوة الكافين 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 ده الرياضيين ما ساعمت انا ممكن اشرب كوباية قهوة وروح اتمره في واحد يشرب كوباية قهوة لقدر رايح يحصله زكتة قلبية ليه لاني منعته عنده الحرق بتاعه بطيء وانا حرق سريع فانا فاست متوبلايزر هو سلو متوبلايزر الوعي الوعي في الشعوب مهم يعني انا يريت التلفزيون والميديا وكله يدي وعي للناس كوفيد ناينتين انا يعني سببه ايه وجاي منين اقوله دي مش مش مشكلة انت ازاي تحمي نفسك ده المشكلة فاهم اصلي ايه يعني العالم كله من نفس المشكلة مش مقدرش اقول اصل السين عملت اصل امريكا عملت ده الناس بتموت هناك يعني فهم اصلي دي طاقة سلبية سيبها الربنا دي لا دع المقادير التجري في اعنته فهم اصلي ولا تبيتنا الا خالي البالي ده ده حاجة جميلة كنت محبباك وانغمض تعين ونبهتها يغير الله من حال الى حال فهم اصلي فهو اشيء يعني ما تعملش شغل ربنا سبيل ربنا احنا نعمل الشغل بتاعنا الشغل بتاعنا ان احنا ناقل ما نسينا الوقاية هي اهم خلينا نختم طبعا بالرسالة دي للنيس انا يعني بشكر حضرك شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد خضير استاذ الهندسة الطبية والجينات بجامعة تورنطو بكندا شرفتان شكرا طبعا موصول لحضرككم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنبوح مع بعض لنشر اقتصادية سريعة ونرجع مرة تانية خليكم معي موسيقى